اشتركوا في القناة احبت اذكركم بالبداية ياريت تساعدونا على اساس انه ننشط القناة وحتى انه برضو نقويها بشكل اوفا يعني نوع من التكريم منكم اذا عجبكم المحتوى ما تنسوا انكم تشتركوا القناة اذا كنت جديد واذا كنت قديم يعني لايك كومنت شير اذا بدك اذا حابد يعني طبعا اليوم توقعاتنا اليوم الاثنين واحد اثنين يعني بداية شهر شباط والقمر موجود في منزلة السماك الاعزل وهي منزلة للصلح والدواء والضرر والتصليح ورح ينكذ فيها حتى تمام الساعة التسعة وخمسة وعشرين دقيقة صباحا لا ينتقل بعدها الى منزلة الغفر وهي الكنوز والضفر والمنع والتفريق تنفع للمشاكل برضو وبرضو بتنفع لها الابعاد او ابعاد الامور او نفي الامور او طرد الاشخاص القمر بما انه موجود بالعذراء ورح ينتقل كمان للميزان اليوم فمن الان لغاية ساعات الصباح او ساعات الظهيرة القمر بيكون موجود بالعذراء فمنعود لطبيعتنا الجادي ومننتبه اكثر لصحتنا بممارسة تمرين رياضية او البدء بحمية بتساعدنا في المحافظة على وزن مناسب نقبل على عملنا بهمة ونشاط وما بنترك واردة او شاردة دون تفحصها ونجد انه عنصر التنظيم في عملنا بيلعب دور هام وبنشعر انه الناس شحيحون في عطاؤهم ماديا وعاطفيا وممكن ننتقد انفسنا ونتوهم امراض ما الها اي وجود هاي افضل فترة للتخلص من عادة سيئة كالتدخين وشرب الكحول بوسعنا اقتناء حيوان اليف ومطالعة كتاب مفيد والبدء بوظيفة او عمل جديد طبعا بالنسبة للزوايا الفلكية اليوم عنا عدة زوايا مع القمر راح تكون ايجابية ولكن في عنا زاوية سلبية وخطيرة شوي بالنسبة للزاوية الاولى هي زاوية تثليث ايجابية راح تكون بين القمر وبلوتو وهاي راح تكون في تمام الساعة ثلاثة وسبعة عشر دقيقة صباحا بتعزز قدرتنا على السيطرة على مشاعرنا وافكارنا وبنتمكن من الغوص عميقا في نفوسنا واحداث التغييرات المطلوبة اما بالنسبة للزاوية التي تريها فهي زاوية التربيع سلبية راح تكون بين الشمس والمريخ وهي زاوية خطيرة جدا وهاي راح تكون في تمام الساعة عشرة وثلاثة وثلاثين دقيقة صباحا وهي بترتفع وثيرة المواجهات والتفجيرات في البؤر الساخنة تحديدا وبسود جو من التوتر والعدوانية بين الأشخاص بحيث انه ممكن يتوجب الحذر عند التعامل مع الآخرين لانه ممكن من اي كلمة غير محسوبة تأخذ في محمل مغاير وتدخلنا بمواجهات احنا بغنى عنها اما بالنسبة للزاوية التي تليها برضو هي زاوية تتليف ايجابية راح تكون بين القمر والزهرة اللي اليوم الزهرة بدها تعمل انتقال فالقمر والزهرة ورح تكون هاي في تمام الساعة 11 و9 دقائق قبل الظهر وهي اخر زاوية قبل خلوق المسار طبعا الاوقات كلها بتوقيت جرينيج بتتأجج العاطفي اتجاه الجنس الاخر وبالتالي مننجح بتعزيز العلاقة معهم وبيعطي دفع للعاملين في المجال الفني والتجميلي والديكور فبيتحسن عطائهم وابداعهم بعد هاي الزاوية مباشرة بيبدأ عنا خلو المسار فخلو المسار السلبي بيبدأ الساعة 11 و9 دقائق قبل الظهر بتوقيت جرينيج ورح يستمر حتى تمام الساعة 11 و25 دقيقة ظهرا وهذا بيعني انه الفترة المذكورة اللي هي تقريبا بحدود ستعشر دقيقة لا تصلح للبدء بأي عمل جديد او مهم مثل توقيع عقد او خطوبة او زواج او شراء شيء ثمين بل اكمال العمل اللي بدأنا فيه قبل خلو المسار ساعة 11 و25 دقيقة ظهرا القمر بصير انتقل واصبح موجود في الميزان طبعا بما انه رح ينتقل للميزان فهاي الفترة افضل فترة عاطفية لتعزيز او صار علاقة عاطفية مع الحبيب او تحسين علاقة زوجية نالها بعض التوتر منكون اجتماعيين اكثر من ميل للاسترخاء بيجد الغرام متنفس لدى العشاق منكون اجتماعيين اكثر ومن ميل للاسترخاء زي ما حكينا وبيجد الغرام متنفس لدى العشاق ولكن ممكن تلعب الغير دور في علاقة لسه ما استقرت بعد في هاي الفترة مننجح في اعمالنا الفنية وبوسعنا القيام بمشروع مشترك يمكننا ايضا اقامة حفلة او اعادة تزيين البيت او ترتيبه او عمل ديكور معين او مكتب معين واقتناء برضو حاجيات جميلة الحدث اللي رح يصير اليوم اللي هو انتقال الزهرة الزهرة رح تنتقل لبرج الدلو الساعة ثنتين وخمس دقائق عصرا فرح ينتقل الزهرة زي ما حكينا من برج الجدي الساعة ثنتين وخمس دقائق عصرا لبرج الدلو ورح يمكت فيها حتى تمام ساعة يعني وحدة وحد عشر دقيقة من يوم خمسة وعشرين اثنين خلال الاسابيع المذكورة رح يطرق تحسن ملحوظ على المظهر الخارجي لموليد برج الدلو ورح يشعروا بقوة العاطفة وانجذاب الجنس الاخر لالهم بيستفيد معهم موليد الابراج الهوائية والاخرى النارية يعني الجوزاء الميزان الحمل الاسد القوس وكذلك كل شخص تواجد لديه كوكب الزهرة ساعة ولادته في برج الدلو وطبيعة الحال اللي بينو أولد والدلو للزهرة موجودة بالدلو بميل لتكوين صداقات كثيرة والحب عنده يعني ما بيرتبط كثير بالعلاقات العاطفية القوية لأن الحب العاطف القوية بتحرمه من حريته واستقلاليته أما بالنسبة لتأثير هذا الوجود على جميع الابراج وإيش ممكن تستفيدوا منه؟ كل برج على حسب بيته أو حسب المكان تواجد الزهرة لإله فبرج الحمل مثلا بتعزيز العلاقات والنشاطات الاجتماعية واللقاءة الاجتماعية والمناسبات والصداقات أما بالنسبة للثور فهي فرصة للتقدم في العمل ولا اللي بيبحث عن عمل فتتعرعطيهم دفعة جيدة حتى على مستوى العلاقات الاجتماعية مع الطبقات الراقية أو الناس المشهورة بالنسبة لبرج الجوزاء نجاح في أمور إلها علاقة إما بالسفر أو بهجرة أو بدراسة أكاديمية بالاتصالات البعيدة المواضيع القضائية كل هاي الأمور بتكون لصالحهم حتى العلاقات مع أشخاص أجانب أو ارتباط جديد مع شخص خارج البلاد أو لقاء مغتربين مع بعض بتكون برضو جيدة بالنسبة لبرج السرطان ممكن يحصلوا على أموال ابتجيهم يا من تركة يا من تعويض يا من شراكة شراكة مالية أو عاطفية أو أي مال شركة ممكن مال الزوج حتى يعتبر هذا باب جيد لهم أما بالنسبة لبرج الأسد فهي تعزيز الشراكة المالية والعاطفية فرصة لهم للارتباط أو للبداية بعلاقة عاطفية أو حتى خطوبة على مستوى مثلا ارتباط عاطفي وفي منهم ممكن يبدأ شراكة عمل حتى ما بينه وبين أشخاص أما بالنسبة لبرج العذراء فهي فرصة للي بيبحث عن عمل وبرضو تعزيز العلاقة مع الزملاء وهي جيدة لهم بشكل قوي للي عندهم أمراض مزمنة وبيبحث عن علاج معين أما بالنسبة لبرج الميزان فهو حظ مطلق في العاطفة والمال الحب الغرام وفرصة للنساء للدخول في الحمل بالنسبة لبرج العقرب الاستفادة رح تكون في مجال السكن والعقارات والعلاقات العائلية والمناسبات والأفراح العائلية أو الاجتماعات العائلية في حدث عائلي أو بيتي أو بتعلق بالمنزل بيكون جيد أما بالنسبة لبرج القاوس فالنجاح بيكون بالدراسة والسفر والاتصالات القصيرة يعني بتكثر عندهم التنقلات والاتصالات بشكل كبير وبرضو أمور بتتعلق بالسيارات في منهم ممكن يشتري سيارة أو يستحدث سيارته أو يصلحها أو يعمل لها تغيير أما بالنسبة لبرج الجدي فالمكسب بيكون مكاسب مالية أغلبها بتيجي من عمل إضافي وفرصة لبعض الأرباح أو الهدايا أو المكاسب الفترة بالنسبة لبرج الدلو بيتحسن وبيطرأ تحسن هذا على مظهرهم الخارجي أكثر ممكن يغيروا قصة شعرهم جماليتهم حياويتهم طاقتهم من الجاذبيتهم وبرضو بيتميزوا بقوة العاطفة وبينجذب أفراد من الجنس الآخر لإلهم عشان هيك هي فترة حظ مطلق برضو لإلهم اللي ممكن إنهم يحققوا فيها أشياء عاطفية بشكل كبير أما بالنسبة لبرج الحوت فالفرصة بتكون جيدة بالتعامل مع المؤسسات أو الشركات الكبيرة وحتى على مستوى الأشخاص اللي بيكون لهم أمور بالسجون أو بالمعتقلات أو هاي ممكن إنه يكون لهم أو المستشفيات حتى ممكن إنه يكون في بشرة خير لإلهم في هذا الجانب أما بالنسبة للزاوية الأخيرة فهي زاوية تثليث إيجابية رح تكون بين القمر وبين زحل وهاي رح تكون في تمام الساعة ثمانية واثنين وثلاثين دقيقة مساء نصبح أكثر قدرة على تنظيم شؤوننا بشكل فاعل وبتعزز لدينا الحس بالمسؤولية طبعا بما أن القمر موجود في الميزان فخلو المسار القادم رح يكون يوم الأربعة ثلاث اثنين رح يبدأ في تمام الساعة ستة وخمسة عشر دقيقة صباحا ورح يستمر حتى تمام الساعة ثنتين واربعتاشر دقيقة عصرا لا ينتقل بعدها لبرج العقرب أما بالنسبة لعمر القمر القمر انحصار المحدد تسات عشر يوم في تمام الساعة سبعة وسبعة دقائق مساء بيصبح عشرين يوم نسبة الإضاءة ثمانين في المية أما بالنسبة لمزاج الكواكب وطباع الكواكب لهذا اليوم الشمس في الدلو حتى يوم ثمنتعش اثنين مزاجها منتحس بنسبة أربعين في المية أما بالنسبة للقمر فهو في العذراء وبدو ينتقل للميزان زي ما حكينا لا يوم ثلاث اثنين مزاجه اليوم سعيد بنسبة سبعين في المية أما بالنسبة للعطارد فهو في الدلو طبعا بيت راجع حتى يوم واحد وعشرين اثنين هو منتحس بنسبة خمسة عشر في المية الزهرة زي ما حكينا في الجدي وبدو ينتقل للدلو حتى يوم خمسة وعشرين اثنين منتحس اليوم بنسبة خمسين في المية بسبب انتقاله أما بالنسبة للمريخ في الثور حتى يوم أربع ثلاثة فهو منتحس بنسبة خمسة وسبعين في المية المشتري في الدلو حتى يوم ثلاثة عشر خمسة منتحس بنسبة خمسين في المية زحل في الدلو حتى يوم ثلاثة وعشرين خمسة منتحس بنسبة عشر في المية أما بالنسبة لأورانوس في الثور حتى يوم 28 فهو سعيد بنسبة 15% نيبتون في الحود حتى يوم 25-6 فهو سعيد بنسبة 15% أما بلوتوف الجدي حتى يوم 27-4 فهو سعيد بنسبة 15% وصلنا للتوقعات اليومية برج الحمل طبعا بما أن القمر اليوم رح يصير مقابلكم تماما هو في البيت السادس وبدأ ينتقل للبيت السابع عشان هيك خلينا نبدأ من البداية بالنسبة للبيت الأول عندكم يعني تقريبا وهي الطاقة ضعيفة شوي بتلاقي أنه ما عندك قابلية أو هيك ما عندك هالحيوية العالية جدا ورغم أن الحظوظ بتدفعك وخصوصا بعد ساعات الظهر لأنه في ساعات ما قبل الظهر بتتركز على نشاطات معينة بعد ساعات الظهر بتحس أن الطاقة ضعفة أهم شيء أنكم تنتبهوا لصحتكم في هاي الفترة لأنه صحيح فيها حظوظ كويسة ولكن نفسيا أو طاقتك بتكون ضعيفة شوي أما بالنسبة للبيت الثاني فموليد العشرية الأولى والعشرية الثانية هدول أكثر ناس مضغوطين من تواجد المريخ وتواجد أورانوس لسه المريخ بده أكم يوم ليفك الزاوية اللي هي يبتعد شوي كمانا عن أورانوس فعشان هيك الضغط ما زال موجود على الوضع المالي متطلبات مالية أو مصاريف أو تفشش بصرف الفلوس المهم فيه نوع من أنواع الضغط فجأة بتيجي فلوس فجأة بتروح الفلوس فيه نوع من أنواع الالتزامات بتفتح عندك الشراهة أو الرغبة بصرف الفلوس أو بتفتح لك أبواب لصرف الفلوس صحيح الأجواء جيدة فممكن تحصل على بعض المكاسب اللي بتيجي من عمل إضافي أو هبات أو مساعدات أو نوع من أنواع الدعم ولكن برضو بدك تحذر من طريقتك لصرف الفلوس لأنها تيجي بشكل مفاجئ فيه منكو فيه خلافات ما بينه وبين بعض الأحبة على موضوع إلو علاقة بالوضع المالي أو مصاريف مالية أما بالنسبة للبيت الثالث فمن ساعات الصباح بيكون فيه نوع من أنواع التردد أو الكسل أو ممكن تلغي بعض الأمور اللي إلها علاقة بتنقلاتك أو اتصالاتك أو ما يكون لك رغبة بعملها ولكن من ساعات ما بعد الظهر بتنشط بالاتصالات بشكل أكبر وبالتنقلات بصير عندك حيوية أو أكثر من مكان حاب أنك تروح فيه بصير قدرة الإقناع عندك أعلى وعندك سرعة بديها عالية فعشان هيك بتعزز نقاط التواصل عندك بشكل قوي بالنسبة للبيت الرابع طبعا الأجواء على مستوى البيت ما زالت متوترة لغاية ساعات الظهر فيه أمر مقلق أو حدث معين على مستوى البيت بشوي بيسبب لك نوع من أنواع الإيرباك فيه ساعات ما بعد الظهر بدك تحذر أنها تزيد الأمور هاي بزيادة يعني تسبب لك نوع من أنواع القلق أو التوتر أو المشاحنة ما زالت الأجواء ما هدت بالشكل اللي أنت بدك إياه يعني في مسألة معينة محيريتك بعض الأعطال المنزلية أو بعض المهام أو المسؤوليات العائلية هي اللي ستسيطر عليك خلال هذا اليوم أما بالنسبة للبيت الخامس اللي هو العلاقة بالعاطفة والحب والأحبة وأحد الوالدين الأجواء برضو نفس الشيء يعني هي كانت ضاغطة خلال يومين الماضيات يعني فيها نوع من أنواع التوتر على المستوى العائلي أو على مستوى البيت أو الأبناء أو القلق على أحد الأبناء من ساعات ما بعد ظهر الأجواء تقريباً بتصير إيجابية أكثر أو بتصير عندك رغبة أكثر لا تقرب من الحبيب أو تواصل معاه وهذا الإشي رح يفتح لك أبواب جيدة خلال هذا اليوم على المستوى العاطفي وخصوصاً من ساعات ما بعد الظهر أما بالنسبة للبيت السادس والبيت السابع وبما أن القمر رح يتواجد فيهم ورح يشكل زوايا القمر رح يكون فيها إيجابي فحاولوا أنه في ساعات ما قبل الظهر أنك تنجزوا ما بوسعكم من العمل المتراكم دون المبالغة في ذلك يعني ما تجهدوا حالكم كثير انتبهوا لغذائكم وراحتكم أما في ساعات ما بعد الظهر ترغبوا في تعزيز شراكة أو شراكاتكم خصوصاً العاطفية أو المالية ممكن تتعقد بعض الأمور وتطرأ بعض البلبلة على بعض المسائل ولكن عندك قدرة لعلاج الالتباسات وسوء التفاهم بموضوعية أهم شيء أنك تحاذر المواجهات بشكل مباشر لأنه أنت الأضعف بالوضع هذا وحاول أنك تبعد عن الدعاوة القضائية أو القانونية بالفترة هاي لأن الطاقة عندك ضعيفة وخصمك بالفترة هاي عادة بيكون أقوى منك أما بالنسبة للبيت الثامن فهو بيتركز على أمور الأموال المشتركة وأنا ما نقول أنه في مسألة مالية مشتركة أو مسائل أوراق قانونية أو معاملات أو بنك أو ضريبة أو قرض ممكن تظهر خلال اليوم هذا وتحاول أنك تحلها في ساعات الصباح بتكون الأجواء جيدة لبعض هاي المسائل أو بعض القروض أو الديون ولكن في ساعات ما بعد الظهر ممكن يكون في أزمة أو تأخير أو تأجيل حتى لمطالبة لحقوق لا إلك إنها تتأجل كمان لا يومين قادمات أما بالنسبة لبيتك التاسع فهو جيد خصوصا من ساعات ما بعد الظهر لا الاتصالات البعيدة والتواصل مع أشخاص خارج البلاد والأجواء بتساعدك على توطيد علاقة بشكل جيد وفاعل ما بينك وبين مما شركاء أو دراسي أو امتحان أو حتى أشخاص مقيمين خارج البلاد ممكن إنها تكون الأجواء جيدة وأفضل مما سبق بالنسبة للبيت العاشر فهونا بدك تحضر هذا بيت السمعة صحيح إنه الأجواء جيدة وخصوصا إنه بلوته بشكل زاوي زي ما حكينا زاوي التتليث اليوم وهي إيجابية فالأجواء رح تكون جيدة على المستوى هذا أهم إيشي إنك أنت تلتزم في عملك ما تدخل بمواجهات ما بينك وبين زملائك أو رؤسائك بالعمل في ساعات ما بعد الظهر ما قبل الظهر الأجواء إيجابية وبتدعمك وممكن يبادر بعض الأشخاص أو شخص معين بصفة مسؤول بمساعدتك أو بالتواصل معك أما بالنسبة لبيتك 11 وهو بيت العلاقات والتواصل موليد العشرية الأولى أهم إيشي هم اللي بدهم ينتبهوا من النزاعات أو خلافات أو جدالات ممكن تكون بينهم وبين أحد الأصدقاء أو سوء تفاهم ولكن ممكن اليوم يتوجه لك دعوة لحضور حفلة أو مناسبة أو تسعد بلقاء بعض الأصدقاء بالنسبة لبيت ما تعبك بيتك 12 الأجواء تقريبا جيدة خصوصا أنه اليوم نبتن بشكل زاوية تزديس فعشان هيك الأجواء بتكون إيجابية بشكل كبير بتساعدك هاي على حل بعض النقاط اللي إلها علاقة يعني أشخاص ممكن تكتشف شخص بتآمر عليك أو مكيدة أو بعض الكلام والتلسين فهذا الإشي شوي بتطلب منك نوع من أنواع الحذر أكثر وبرضو سرعة البديهة بالتعامل برج الثور بالنسبة لبرج الثور اليوم النفسية يعني تقريبا بتظل ساعات الظهر أحسن من الأيام الماضية وخصوصا أنه طاقة القمر ألقت بظلالها بشكل كبير عليكم فعشان هيك بتلاقي الجو العاطفي أو الأمور العاطفية تقريبا وجد إلها بعض الحلول خصوصا هاي الأمور رح تستمر لغاية ساعات الظهر الأهم من هذا أنه الاهتمام التجميلي أو الجمالي في النفس هو الطاغي عليك ولكن موليد العشرية الأولى ونصف العشرية الثانية هذول أكثر الأشخاص اللي بدهم يحذروا من التقلبات المزاجية اللي بتصير أو الأشياء المفاجئة اللي بتصير اللي ممكن تخليهم يخرجوا عن طورهم يعني إشي يعصبهم أو يزعلهم أو يضغط على نفسيتهم في نوع من أنواع التوتر والقلق عندهم يحاولوا بس أخذ النفس قبل التصرف عشان ما تكبر المشاكل ما في داعي لأنك أنت تكون العنصر الأضعف أو العنصر اللي سهل استفزازه بالفترة أما بالنسبة لما موليد العشرية النصف الثاني والثالثة فهدول الأجواء تقريبا عندهم إيجابية اليوم فممكن يحققوا بعض الأمور حتى في أمور تجميلية ممكن تظهر على الساحة بالنسبة للبيت الثاني لألكم على مستوى الأموال فمنقول أنه من لغاية ساعة الصباح الأجواء تقريبا روتينية على المستوى المالي ولكن من ساعات ما بعد الظهور الأجواء بتصير إيجابية فممكن تحققوا بعض المكاسب المالية اللي بتيجي من عمل إضافي أو مستردات أو هبات أو نوع من أنواع الدعم اللي بيجيكم ولكن بتكونوا تحذروا من المصاريف الزائدة بالنسبة للبيت الثالث فالأجواء جيدة لغاية ساعات الصباح أبل ساعات الظهيرة تقريبا بتدعمكم في اتصالاتكم وتواصلكم أو بحركتكم نشاطكم ممكن تقوموا بمغامرة معينة خلال اليوم هذا ولكن الأجواء تقريبا إيجابية بدك تحذر ما ساعة بعد الظهور ممكن صبرك يكون نافذ في بعض المسائل أو تعصب أو ممكن تزعل أو سهل يكون استفزازك أما بالنسبة للبيت الرابع فطبعا الضغط اللي كان على مستوى البيت والأحداث العائلية أو الأحداث اللي صارت في البيت خلال الأيام الماضية بتبلش تتلاشى كل ما اقتربنا لساعات الظهيرة وبتبلش الأمور تهدأ أو ينوضع بعض الحلول لإلها الممكن يظهر بعض الأعطال أو المناقشات أو الحوارات العائلية حاول أنك تضبط أعصابك أما بالنسبة للبيت الخامس فهنا بتظل الأمور العاطفية شادة عليكم بشكل كبير ورغبتكم في التقرب من أحبائكم وتعزيز العلاقة معهم بتكون قوية جدا وما بيتخلى الحظ عنكم لا مالي ولا عاطفي لغاية ساعات الظهر بل لكن من ساعات الظهر القمر هنا بده ينتقل للبيت السادس لإلكم فهذا بيت ضاغط عليكم شوي فممكن يتراكم العمل عندكم أكثر بتكون تنتبهوا لصحتكم ممكن تتزامن الواجبات يعني يصير عندكم أكثر من مطلوب في خلال هذا اليوم وتصعب بعض الأمور ما تقدروا تحلوها بشكل كامل حاول أنه أنت يعني ممكن تضطر للعمل لوقت إضافي أهم شيء أنك تحاذر من المشاكل الصحية أو بعض التقلبات الصحية أما بالنسبة للبيت السابع فبالنسبة لبيت الشراكي الأجواء جيدة في ساعتما قبل الظهر يعني بتساعدك على توصيل العلاقة أو مصالحة أو الحوار ما بينك وبين الشريك أو وضع النقاط فوق الحروف على بعض المسائل ولكن بدك تحذر في ساعتما بعد الظهر من بعض النقاشات أو الحوارات اللي ممكن تستفزك خلال هذا اليوم أو تعمل خلاف ما بينك وبين الزوج أو شريك المال تحديدا أما بالنسبة للبيت الثامن فالبيت الثامن الأجواء تقريبا ما فيه أي شيء لعملية تحصيل بعض الأموال اللي لا إلك في ساعتما قبل الظهر ولكن ساعتما بعد الظهر ممكن تنشط في بعض المسائل اللي بتتعلق إما بتحويل مالي أو ببعض الدعم المالي أو تحقيق بعض الحقوق اللي لا إلك أو بعض المكاسب اللي بتيجي إما من مال الشريك أو من أمور إلها علاقة بالتعويضات يعني حل مسألة معينة بيكون إلك دين قديم بتحاول أنك تحصله فممكن تبوادره تبلش في ساعتما بعد الظهر أما بالنسبة للبيت التاسع فالأجواء جيدة من الآن ولغاية ساعات الظهر في أمور الاتصالات البعيدة والتواصل مع أشخاص خارج البلاد وأيب تفتح لك أبواب كثير اليوم بتحسين علاقة أو وضع نقاط فوق الحروف لبعض المسائل اللي بتتعلق في خارج البلاد أو أشخاص خارج البلاد ممكن تكثر الاتصالات الحوارات عندك مع أجانب على مستوى الدراسي جيد حتى على مستوى الامتحانات وتقديم الامتحانات والمقابلات والمناقشات برضو جيد جدا أما في ساعتما بعد الظهر احذر ما تعتمد كثير على الحظ لأنه ممكن الأمور ما تكون مثل ما بدك بالنسبة لبيتك العاشر بيت السمعة هنا من قلك خصوصا موليد العشرية الأولى أكثر الأشخاص اللي بدهم يحذروا على أمور العلاقة بالسمعة فما تشوه سمعتك ما تجازف ما تغامر ما تخالف القوانين حاول أنك تضبط عصابك ما في داعي للعصبية بشكل كبير يعني حاول برضو أنه ما تدخل بخلافات أو نقاشات أو حوارات ما بينك بين زملائك أو رؤسائك بالعمل بالنسبة لبيتك 11 الأجواء تقريبا جيد وهي بتدعمك على مستوى الصداقات والمعارف والعلاقات فممكن تحل بعض المسائل بمساعدة صديق أو يساعدك صديق في مسألة معينة ولكن أنه الأجواء جيدة وبتدعمك بشكل قوي وأكثر المستفيدين هم موليد آخر العشرية الثانية وأول العشرية الثالثة أما بالنسبة لبيت المتاعب فالأجواء تقريبا منقدر نحكي أنها معني مش سيئة دعمتك بشكل قوي بتقدر تكتشف أي شخص ممكن أنه يتأمر عليك لغاية ساعات الظهر ولكن في ساعات ما بعد الظهر حاول أنك تكون حذر وتراقب نفسك ما تكشف أسرارك وما تكشف اللي جواك للأشخاص اللي حواليك برج الجوزة طبعا الأجواء مش مساعدة لغاية ساعات الظهر لأنه ما زال فيه نوع من أنواع الضغط أو التوتر عندك أو نوع من القلق لسه في بعض الرواسب لبعض الأمور اللي مربكيتك أو مخوفيتك أو حتى الأشياء اللي صارت معك اليومين الماضيات إما وضع داخلي أو عائلي أو مشكلة عائلية أو حتى قلق من مسألة معينة في ساعات ما بعد الظهر بتبلش ملامحها المشكلة تنتهي أو تختفي أو ينوجد حلول إلها فحاول أنك أنت تمشي بشكل روتيني وقتك لغاية ساعات الظهر بعد ساعات الظهر بتلاقي الأمور لحالها تغيرت بشكل تلقائي أما بالنسبة للبيت الثاني فالأجواء على المستوى المالي صحيح الأجواء جيدة ودعميتك ممكن تحقق فرص ومكاسب مالية لغاية ساعات الظهر اليوم أو يجيك نوع من أنواع الدعم أو مساعدة معينة ولكن برضو المصاريف ضاغطة عليك بشكل كبير احذر في ساعات ما بعد الظهر لأنه ممكن تزيد المصاريف أو صار فيه متطلبات أو رغب منك بصرف الفلوس لأمور ترفيهية أما بالنسبة للبيت الثالث فالأجواء تقريبا نقدر نحكي أنه في ساعات ما بعد الظهر الأجواء بتصير إيجابية وتكثر عندك الاتصالات والحوارات واللقاءات فممكن يعني يتنشط في أكثر من مكان أو في أكثر من مشوار خلال هذا اليوم واتصالاتك لدرجة أنه ممكن تلفونك ما يهدى من الاتصالات الكثيرة في ساعات ما قبل الظهر احذر بس من تقلب مزاجك لأن العصبية عندك عالية وممكن الثور ثورة عارمة في وجه أي شخص أما بالنسبة للبيت الرابع طبعا بوسعكم إدخال أي تعديل مطلوب على مسكنكم بما أن القمر ما زال موجود في البيت الرابع لغاية ساعة الظهيرة فعشان هيك الأمور البيتية والعائلية هي أكثر شيء رح يلفت انتباهكم لساعات الظهر ممكن تجدوا نوع من أنواع تعاون من أفراد العائلة أو التواصل معهم ولكن بالمقابل حاول إذا صارت خلاف أو صار مشكلة أنه تخلي حالك أنت شوي على جانبهك عشان ما تكبر الأمور وما يزيد الخلاف أكثر لسه في وضع عائلة معين مربك بالنسبة لإلك أو مقلق أو صحت أو وضع لأحد أفراد العائلة أما في ساعات ما بعد الظهر طبعا القمر بده ينتقل للبيت الخامس وهو أقوى حظ بالنسبة لإلك أو أقوى البيوت بالنسبة لإلك فأمون بتشتد رغبتكم بتقرب من أحبائكم والتفاهم معهم بتفيدك الاتصالات واللقاءات أهم شيء أنك تلطف الأجواء الأجواء واعدة أو ممكن أنك أنت تعد العلاقات العاطفية لنالها بعض التوتر تعيدها لطبيعتها خلال هذا اليوم بمصالحة أو باتصال أو بمهاتفة بتنال أو بترغب أو بتنتصر على كل الاعتبارات خلال هذا اليوم خصوصا من ساعات ما بعد الظهر وممكن تحل مسائل عالقة أو كانت مستحيلة بالفترة الماضية أما بالنسبة للبيت السادس فالأجواء طبعا بساعات ما قبل الظهر بتكون إيجابية وجيدة عملك تقدر تنجزه عندك قدرة على حل كثير من المسائل اللي إلها علاقة بالعمل ولكن في ساعات ما بعد الظهر انتبه من الوضع الصحي وبعض التراكمات للعمل ممكن تنشط في أكثر من عمل أو يتأجل عمل بشكل مفاجئ ما تقدر أنك أنت تحله أو صار فيه نوع من أنواع التعقيد فبدك تحذر للنقطة هاي أما بالنسبة للبيت السابع فالأجواء على مستوى بيت الشراكم نقدر نحكي إنها إيجابية ودعمتك برضو بشكل جيد بساعة ما بعد الظهر جيدة أو ممتازة حتى للمصالحة أو للتواصل مع الشريك العاطفي أو حل مسألة إلها علاقة بوضع معين إلها علاقة بالشريك فالأجواء جيدة وإيجابية ودعمة إليك ولكن احذر من النقاشات ما قبل ساعة الظهر خصوصا مع الزوج أو الزوجي بالنسبة للبيت الثامن طبعا الأجواء هنا إلها فيه أمور المالية وأكثر شيء وخصوصا الأموال المستردات المالية أو التعويضات أو الأمور هاي فممكن تحصل منها بعض المكاسب تكون في ساعات ما قبل الظهر ولكن في ساعات ما بعد الظهر احذر من التوقيع على بعض الأوراق أو العقود أو كفالة أو ضمانة شخص بالفترة هاي لأن الأجواء ممكن أن هذا الدهن ما تسترده لمدة طويلة بالنسبة للبيت التاسع هم أكثر الأشخاص اللي بدهم يحذروا موليد العشرية الأولى من موليد برج الجوزاء من بعض الأشخاص إما الأجانب أو أشخاص خارج البلاد أو مشاحنات بالاتصالات أو عندهم امتحان أو مقابلة هذولا بدهم يكونوا هم الحذرين بالفترة هاي الأجواء برضو تحمل بعض الإيجابية وخصوصا في ساعات ما بعض الظهر بالاتصالات البعيدة والتواصل مع أشخاص خارج البلاد فممكن تجد بعض الحلول لبعض المسائل وبالعكس ممكن أنه يكون في خبر جايك من بعيد يعني يسعدك أو تكثر الاتصالات مع أشخاص ويجيك خبر مفرع بالنسبة للبيت العاشر بيت السمعة طبعا الأجواء جيدة ما في أي خوف عليك بالنسبة لبيت السمعة موليد العشرية آخر العشرية الثانية أول الثالثة هذولا ممكن يبدأوا بعلاقة مع شخصية مرموقة أو يجيهم دعم من أحد الشخصيات أو طلب مساعدة أو واسطة لحل مسألة معينة يعني الأجواء برضو بتدعمكم بشكل قوي الأهم أنك تدعم بوقتك وما تهمل بعملك ولا تدخل بنقاشات حادي ما بينك وبين زملائك أو رؤسائك بالعمل بالنسبة لبيتك 11 الأجواء على مستوى العلاقات الاجتماعية ممكن أنه يتوجه لك دعوة لحضور حفلة أو مناسبة في ساعات المساء أو تنشط بمناسبة اجتماعية أو لقاء الأصدقاء الأجواء بتدعمك بشكل قوي الأهم أنك أنت تستغل الفرص الاجتماعية لأنها بالنسبة لبيت متعبك بيتك 12 الأجواء ما زالت على العشرية الأولى وبداية العشرية الثانية لسه بتسبب التوتر في ناس ممكن بتتآمر عليكم بالخفاء في ممكن أنه شوية مكيدة الناس بتترصد لك أو بتكشف أسرارك حاذر من بعض الأشياء هاي ما تخالف القوانين وما تجازف وما ترهق نفسك إذا شعرتوا بشيء غير اعتيادي حاولوا أنك تراجعوا الطبيب أو تأخذوا قصة من الراحة خلال هذا النهر برج السرطن طبعا الأجواء ما زالت جيدة يعني اليوم أريح من الأيام الماضية بالعكس بتستمر يعني طرح أشياء ممكن تكون لمصلحتكم الأجواء النفسية أحسن في نوع من أنواع الدعم النفسي موجود بتنشطوا في كثير من الاتصالات تواصلكم جيد ولكن بدك تحذر في ساعة ما بعد الظهر أنه ممكن يصير حدث معين يتسبب لك نوع من أنواع الإزعاج أو التوتر فما تفقد له تركيزك أو توازنك في ساعة ما بعد الظهر أما بالنسبة للبيت الثاني فالأجواء تقريبا بنقدر نحكي أنه يعني لسه في مصاريف في ضغط مالي في تفكير توتر مالي ممكن بتحل ديون بترتب لأمر الدين بتأمر أمر إلو علاقة مثلا في حل مسائل مالية ولكن في ساعات ما بعد الظهر الأجواء تقريبا ممكن أنه تتضح الرؤية على إيش تحديدا ممكن تظهر بعض المصاريف البيتية العاجلة خلال هذا اليوم في فرصة لمكسب مالي ولكن الفرصة أنا شايف أنه المصاريف أكثر أما بالنسبة للبيت الثالث البيت الثالث هنا بما أنه القمر يعني موجود فيه لغاية ساعات وبتعزز العلاقة مع أخ أو جار أما في الساعات ما بعد الظهر فالقمر رح ينتقل للبيت الرابع وهنا الضغط لأنه هذه تربيع مع بيتكم فبتفضلوا التركيز كله يكون حول مصالحكم البيتية والعائلية طبعا طبيعي إنكو تقدروا تتفاهموا مع أفراد العائلة بالفترة هاي ولكن فيه حدث معين رح يصير على مستوى البيت ممكن شوي خليك تستفز أو أنك تحاول أنك تدخل أهم إيش أنك تتجنب توبيخ الأحبة أو لومهم أهم إيش أنك تواجه الأمر الواقع بمنطق حاول إيجاد حلول وتسويات بتحمي حقوقك لا تفرض رأيك الأجواء تقريبا من ساعات ما بعد الظهر فيها شوية قلق على مستوى البيت رغم أنه القمر بشكل زوايا إيجابية إلا أن التوتر ممكن يظهر في لحظة ممكن يكون في فرحة أو استقرار على مسألة عائلية نالها بعض التوتر في الفترة الماضية أما بالنسبة للبيت الخامس فالأجواء تقريبا جيدة لغاية ساعات الظهر من ساعات ما بعد يعني لغاية ساعات الظهر جيدة عاطفيا وللتواصل مع الأحبة أو أحد الوالدين ولكن في ساعات ما بعد الظهر بدك تحذر من بعض التوتر أو القلق اللي ممكن يكون باتجاه أحد الأبناء أو أحد الأحبة أما بالنسبة للبيت السادس فالأجواء تقريبا نقدر نحكي إنها ضاغطة ما زالت على مستوى العمل ولكن في ساعات ما بعد الظهر ممكن تظهر ملامح حل مسألة كانت مأرقيتك بالفترة الماضية أو تجد حلول لها ممكن الاتصالات تنفع وممكن تواصلك مع بعض الأشخاص اللي يوجهوا لك نوع من أنواع الدعم وخصوصا ممكن يكون أحد الزملاء هو اللي يساعدك في هذه المسألة ولكن الأهم أنك تراقب وضعك الصحي أما بالنسبة للبيت السابع فهنا منرجع منحكي إنه ما زالوا موليد العشرية الثالثة هم أكثر الأشخاص اللي عندهم توتر بالعلاقات ما بينهم وبين أزواجهم حاولوا قدر الإمكان ضبط العصاب حاولوا أنه تقللوا من المشاحنات والمواجهات الأجواء مش خرج إنه الواحد يدخل بصدام ما بينه وبين الزوج أو الزوجي بالفترة هاي ممكن حل بعض الأمور هاي اليوم يعني ينفتح نقاش أو حوار لحلها ضبط الأعصاب مطلوب أما بالنسبة للبيت الثامن فالأجواء بنقدر نحكي بداية العشرية الأولى والثانية هم أكثر الأشخاص اللي بدهم يحذروا من أمور العلاقة بالكفالات المالية أو الدفعات أو الالتزامات المالية أو حتى النقاشات بأمور العلاقة بالوضع المالي ضغط كبير متطلبات مالية فوتير أو التزامات بتكون صعبة خلال فترة هاي ممكن تجدوا بعض الحلول إلها في ساعات ما بعد الظهر أو تلوح بوادر لبعض الحلول الجيدة أما بالنسبة لبيتك التاسع فالأجواء جيدة على مستوى الاتصالات البعيدة والتواصل مع أشخاص خارج البلاد رح يجي خبر من بعيد أو ممكن تسعد باتصال معين أو امتحان ويكون الأمور جيدة فيه بشكل كبير لغاية ساعة ما بعد الظهر ولكن ممكن أنه يكون فيه نوع من أنواع القلق أو التوتر على شخص معين أو من خبر معين أما بالنسبة للبيت العاشر فالأجواء تقريبا ممتازة جدا على مستوى بيت السمعة ما فيه أي مخاوف وخصوصا كل ما اقتربنا لساعات الظهر حاول بس أنك تداوم في وقتك حاول ما تدخل بمواجهات ما تقصر بعملك وخصوصا في ساعات ما بعد الظهر على أساس أنه ما تدخل بمواجهات أو خلافات تتسجل عليك بالنسبة لبيتك 11 الأجواء جيدة على مستوى أمور العلاقات ولكن ما زال في سوء تفاهم ما بينك وبين أحد المعارف أو الأصدقاء اللي ممكن أنها يكبر اليوم أو ينفتح النقاش ممكن زعلك أو خصامك مع أحد الأصدقاء هو اللي يطور أو ينفتح اليوم فتزيد الأمور حدية فحاول قدر لإمكان ضبط العصاب وما تصاعد الأمور وما تكبرها الأمور مش بحاجة لهذا الضغط أما بالنسبة لبيتك 12 بيت المتاعف الأجواء جيدة وآمنة وهي داعمة لإلك بشكل قوي فعشان هيك يحاول تستغلها ما حد يقدر يتآمر عليك بالفترة هاي أو أي حد يحاول أنه يتآمر عليك مكشوف لإلك عندك سرعة ملاحظة وعندك مين يجيب لك الخبر الصافي فالأمر ما بيخوف برج الأسد ما زال الأسد بيبحث عن حلول تريح نفسيته أكثر الضغط الموجود هو ضغط كبير مازل في نوع من أنواع التوتر موجود عنده طبعا تواجد الشمس مقابله تماما سحبت من طاقته بشكل كبير عانى بالفترة الماضية بشكل كبير فعشان هيك الأمور بحاجة لنوع من أنواع ضبط أو ضبط النفسية بشكل أكبر عشان هيك حاول قدر الإمكان أنك ترتب وضعك وتشحن حالك بطاقة إيجابية قدر الإمكان وخصوصا من ساعات ما بعد الظهر لأن الطاقة رح تصير أكبر أنا عارف أن المسألة اللي بتتعلق في البيت الثاني لا إلك اللي هو الوضع المالي هو أكثر إشي مؤرق بالنسبة لا إلك وهو أكثر إشي بيزيد من النفقات أو الالتزامات أو الدفع أو حتى الأشياء اللي بتيجي بشكل مفاجئ قلقك كثير بتركز على الوضع المالي المال هو اللي بيحلل لك كثير من المشاكل بالفترة هاي هذا إشي طبيعي ومفرغ منه في ساعات ما بعد الظهر بتبلش تلوح بعض الفرص لبعض الحلول هاي أو لبعض المكاسب المالية اللي ممكن تيجي عشك الهبات أو دعم أو مساعدات ولكن بدك تحذر من المصاريف الغير مدروسة يعني بدك تعرف كيف تستفيد من هاي المبالغ أو من هاي الأشياء حتى لو كانت بسيطة تستفيد منها وتحطها في المكان المناسب في ساعات ما بعد ظهر الأجواء رح تصير إيجابية بكثير من الاتصالات والحوارات والتواصل والنشاطات لدرجة إنه ممكن تليفونك ما يهداش وفي نوع منكو أو أشخاص منكو رح يكون لهم نوع من أنواع التعامل مع أخ أو جار أو مساعدي من أحد الأخوي ممكن تيجي يعني بطريقة مفاجلة إلك أهم شي إنه ما تدخلوا نقاشات وما تدخلوا حوارات حدي ما بينك وبين أحد الأخوي في ساع برضو ممكن من ساعات بعض الظهر إنه شوي تكون لك لقاءات عديدة وباستطاعتك برضو الدفاع عن حقك والتعبير بوضوح وصراحة عن مواقفك أهم شي إنك ما تتردد بالتحرك وخصوصا زي ما حكينا في ساعات ما بعد الظهر أما بالنسبة للبيت الرابع فما زال في بعض التوتر أو القلق على بعض المسائل العائلية أو بتشعر بنوع من أنواع الضغط أو يعني محاوضة فرض الرأي أو السلطة أو يعني بحاولوا يكسروا حاجز الحرية المنزلية لإلك فهذا الأمر شوي بسبب لك نوع من أنواع القلق ممكن في بعض الأمور العائلية أو المنزلية تظهر خلال هذا اليوم أو اللقاءات أو النشاطات الكثير العائلية ولكن في ساعات ما بعد الظهر بتبدأ تهدى الوطيرة بشكل كبير وإذا كان في مشاكل بتلوح فرص لعملية الحلول لإلها أو التخلص منها أما بالنسبة للبيت الخامس فالأجواء تقريبا ما زالت فيها بعض التوترات أو سوء التفاهم أو أنت مش عارف تعبر وتوصل الرسالة فبتنفهم بعض التصرفات بشكل الخطأ ما ساعات ما بعض الظهر الأجواء بتصير إيجابية ودعمة لإلك وممكن أنك تطور أو تكبر العلاقة أو تزيد الحميمية في العلاقة العاطفية أكثر ما بينك وبين الحبيب أو ممكن تبدر بمصالحة أو تواصل مصالحة ما بينك وبين أحد الأحبة أما بالنسبة للبيت السادس فالأجواء ما زال فيها نوع من أنواع ضغط عندك قدرة السيطرة تحلها عندك برضو قدرة المحافظة على صحتك رغم أنه موليد العشرية الثالثة يعني هم أكثر ناس بدون ينتبهوا على صحتهم بالفترة هاي إلا أنه في ساعات ما بعد الظهر ممكن يتراكم بعض الأعمال وما تقدر تنجزها بالكامل فحاول تنظم وقتك وتعرف ترتب أمورك اللي تنهي أعمالك قبل ما يصل ساعات ما بعد الظهر أهم شيء اللي بشعر بحالات أو بأمور صحية مربكة وخصوصا موليد العشرية الثالثة يعني يستشير طبيبه أما بالنسبة للبيت السابع فالأجواء تقريبا جيدة ولكن موليد العشرية الأولى والثانية هذول أكثر الأشخاص بدهم يحذروا من الخلافات أو النقاشات أو الحوارات الحدي ما بينهم وبين شركاوهم أو ما بينهم وبين أزواجهم شوي في نوع من أنواع الضغط أو القلق اللي مترك أو شاحنك بطاقة سلبية عالية جدا أو شاحن علاقتكم بسلبية اللي سهل جدا الواحد يتحسس أو يخذ على باله أو يزعل أو حتى يواجه بمشكلة معينة بشكل مفاجئ وتكون هاي شغلة كبيرة في ساعة ما بعد الظهر ممكن تبادروا للمصالحة أو تحسين الأجواء ما بينكم بشكل أكبر أما بالنسبة للبيت الثامن فالأجواء جيدة على مستوى الأمور المالية المشتركة والأموال المشتركة اللي إلها علاقة بالبنوك والضريبة والتأمين والدعم والمساعدات وحل بعض الديون برضو الأجواء بتدعمك بشكل جيد أما بالنسبة للبيت التاسع فهنا منشوف الأجواء اليوم ممكن تفتح لك بواب اتصالات خارجية بشكل كبير وخصوصا في ساعات ما بعد الظهر ممكن يجيك دعم معين أو تحصل على مكاسب معينة الأجواء تدعمك أهم إيش إنك تستغلها بالمكان والوقت المناسب لإلك أما بالنسبة للبيت العاشر فالأجواء هنا بدأت بتركز على بيت السمعة فعشان يكيدير بالك من أي شيء بشوه سمعتك وخصوصا موليد العشرية الأولى والعشرية الثانية لا تجازفوا لا تغامروا لا تشوهوا سمعتك لا تدخلوا بأعمال مشبوهة أو بأمور مشبوهة حافظ على سمعتك ابعد عن المواجهة القانونية قدر الإمكان على أساس أنه أنت تحمي نفسك لأنه الأوضاع شوي مش سهلة اللي بيعمل من ضمن مؤسسات كبيرة يداوم بالوقت ويحاول أنه ما يدخل بمواجهات ما بينه بين زملاء أو رؤساء أو بالعمل أما بالنسبة لبيتك 11 فالأجواء جيدة وممتازة وبالعكس ممكن تجد بعض الحلول وممكن يتوجه لك دعوات لمناسبات أو للقاءات ما بينك تجمع ما بينك وبين الأصدقاء أو الأصحاب في مناسبة معينة برضو ممكن أنها تكون جيدة بالفترة هاي حاول قدر الإمكان أنك تستثمر علاقاتك الاجتماعية وزياراتك الاجتماعية أما بالنسبة لبيت المتاعب فالأجواء تقريبا يعني ما زال فيها إيجابية وهي دعم لإلك وقدر تكشف كل الأشخاص اللي ممكن يتآمر عليك بالخفاء ولكن احذر في ساعات ما بعد الظهر أنه ممكن تنصدم من خبر معين أو تجد أنه شخص بعملك بوجه ولكن هو بالأساس هو ناولك شيء مش جيد برج العذرة طبعا الأجواء أحسن من الأيام اللي مضت يعني الثقة بالنفس صارت أقوى خلال هذا اليوم يعني بتلاقي أنه نشاطك وثقتك بنفسك صار أفضل من الأيام اللي مضت اللي كانت شوي بتحملك نوع من أنواع الضغوط والمشاكل على المستوى النفسي أثرت عليك بشكل كبير الآن بلشت الأجواء بالجانب الإيجابي لإلك طاقتك بالعكس اليوم ممكن أنه كثير من المسائل أنها تنحل بطريقة سحرية فجأة هيك تختفي تتبخر يعني حاول أنك أنت تستقبل هذه الطاقة الإيجابية اللي جايتك وحاول أنك أنت تتأقلم مع الأمور اللي جاية بدون ما تفتح ملفات قديمة خلاص انحلت لا ترجعتم بشها مرة ثانية ما ترجعتم كشها على أساس أنه لا خليني أنا أعاتب أو أحاسب أو أراجع ليش صار هيك لا اترك اترك خلاص ابعد هسه خلي ابدأ صفحة جديدة تكون أفضل لإلك على أساس أنه أنت تطلع من الضغوطات اللي موجودة حواليك طبعا في ساعات ما بعد الظهر القمر رح ينتقل يصير من بيت الشخصي يصير في بيت المال فهو بيحمل لك بعض الفرص اللي إلها علاقة من الأمور المالية ولكن بدك تتجنب المصاريف لزيادة بدك تكون معتدل كثير للأمور المالية وبعض الأمور الاستشفائية يعني علاجات أدوية شغلات مثل هيك ممكن تحصل على هبة أو مساعدة أو نوع من أنواع الدعم المالي أو بعضكم مش كلكم يعني أما بالنسبة للبيت الثالث فهونا جيدة للاتصالات عندك اتصالات حيوية نشاط لغاية ساعات الظهر لقاءات رح تنشط فيها بشكل كبير في ساعات ما بعد الظهر لا تهدأ الأمور أو تهدأ الوتيرة عندك أكثر ممكن يكون لك تعامل مع أخ أو جار خلال هذا اليوم أما بالنسبة للبيت الرابع فالأجواء يعني تقريبا نقدر نحكي يعني ساعات ما بعد الظهر ممكن تجد بعض الحلول للمسائل العائلية أو تجد المؤشرات لحل مسألة عائلية ولكن إجمالا الأجواء دعمل إليك بشكل قوي أهم شيء زي ما حكينا ما ترجع تفتح ملفات قديمة حاول أنك تحل الأمور بطريقة أنك خلص راحت انتهت انتهت خلص بديش أرجع لها بدون ما أرجع أدخل فيها مرة ثانية يعني فيه أزمات عائلية رح تنحل اليوم ولكن ممكن تظهر بعض الأعطال أو بعض النقاشات والحوارات اللي ممكن تستفزك أضبط عصابك أما بالنسبة للبيت الخامس فالأجواء على المستوى العاطفي تقريبا نقدر نحكي أنه جيدة ما زالت الأمور لصالحك ولكن إما تدير بالك من الإهمال أو التقصير اتجاه الحبيب صحيح أنه الموليد العشرية الثالثة فيه موضوع له علاقة بالغيرة أو الشك أو المكيدة أو شغلات زي هيك بتراود له هاي أنه يكون يعني زي كولومبو هيك بيحقق في مسائل حاول تضبط عصابك مش كل جرح عاطفي بيكون مشاعرنا فيه صحيحة حاول أنك تعرف شو مشاعر الطرف الآخر أكثر إذا كنت مظلوم بالمسألة هاي بيجي وقت وتقدر أن تتراجع في المسألة ولكن دير بالك المشاكل العاطفية ما ما بدها البعد جفة زي ما بقولوها أما بالنسبة للبيت السادس فالأجواء بالنسبة لمجموعة العشرية الأولى العشرية الثانية هذولا أكثر من الناس اللي بدهم يكونوا حذرين بأعمالهم أنه ما تتراكم الأعمال عندهم لأنه ما عندكو تركيز يعني تركيزكم ضعيف فعشان هيك مشغلين مخكم في أكثر من شغل مع بعض بتراكم العمل أو ببوض العمل وما بزبط معكم بشكل كامل فعشان هيك يحاول تركز بشكل واضح على الإشي والأساسي والأولويات بعدين بتلاقي الأمور كلها بتتحلحل بتروح للاتجاه الصحيح أو بتجد الحلول لبعض الأمور بشكل صحيح ديروا بالكو على الوضع الصحي وخصوصا موليد العشرية والأولى والثاني من بعض التقلبات الصحية أما بالنسبة للبيت السابع فالأجواء اليوم تقريبا أفضل من الأيام الماضية وخصوصا في ساعات زي ما حكينا اللي هما قبل الظهر بعد الظهر ممكن يرجع ينفتح ملف أو حوار أو نقاش ما بينك وبين الشريك أو تعاتبه أو تشتد في نقاشك معه فممكن يسبب خلاف حاول قدر الإمكان ضبط الأعصاب ما في داعي للنقاشات أو الخلافات أما بالنسبة للبيت الثامن فهنا النقاشات والحوارات رح تكون على المستوى المالي أكثر وخصوصا من ساعات بعد الظهر فممكن تجد بعض الحلول أو بعض المصاريف أو حل بعض القضايا المالية يعني بتكون الأجواء إيجابية ولكن زي ما حكينا دائما يعني تدير بالك من كفالة الأشخاص أو تغامر في مشاريع دون دراستها رغم أنه البيت فارغ من تأثيرات كواكب ولكن أنه برضو الحذر واجب بالنسبة للبيت التاسع فالأجواء هنا اللي هي التواصل أو الاتصالات الخارجية أو التواصل مع أشخاص خارج البلاد الموليد العشرية الأولى هم أكثر الناس اللي له حد العشرية الأولى إحنا بنحكي يعني قبلها ثلاث أيام بعدها ثلاث أيام هذولا هم من أكثر الأشخاص اللي بدهم يحذروا إذا كان عندهم امتحانات أو مقابلات أو اتصالات الأجواء دعميكم لغاية ساعة الظهر ولكن من ساعة ما بعد الظهر ممكن تتلقوا اتصال من بعيد يزعجكم أو سوء تفاهم أو يتأخر بريد أو مثلا قلق على أحد الأشخاص خارج البلاد يعني حسب كل واحد شو حياته يعني الأجواء ممكن يعني يكون فيها لقاء لبعض الأشخاص أو تعامل مع أشخاص أجانب عنك الأجواء تقريبا فيها إيجابية لغاية ساعة الظهر من بعد الظهر ممكن يصير فيها بعض التوتر أما بالنسبة لها البيت العاشر في الأجواء برضو هنا بتركز على أمور إلها علاقة بالسمعة الأجواء جيدة ودعميتك لغاية ساعة يعني يعني فيها نوع من أنواع الشغلات اللي بدكت تحتذرل لغاية ساعة الظهر من ساعة ما بعد الظهر الأجواء بتصير إيجابية وقوية بالنسبة لها بيتك 11 هنا منيجي على بيت النشاطات الاجتماعية فلقاءاتك ممتعة بالفترة هاي وعندك بعض اللقاءات ممكن أصدقائك يخرجوك من إطار الضغط النفس اللي أنت بتعاني منه ولكن بالمقابل الأشياء جيدة ودعمة وقوية لا إلك بشكل كبير حاول أنك أنت تنجزها حاول أنك أنت تسيطر عليها بشكل واضح وتستفيد من بعض العلاقات الاجتماعية اللي ممكن أنها تنشي لك أو تكون مساعدة من خلالها الأجواء تقريبا نقدر نحكي نشاط وممكن يتوجه لك زي ما حكينا دعوة لحضور حفلة أو مناسبة أو لقاء خلال هذا اليوم أو تسعد بلقاء أحد الأصدقاء بالنسبة لبيت المتاعب طبعا الأجواء إيجابية ما في أي شيء بيأثر عليك ولكن احذر أنه في أشخاص بحاولوا أنهم يكونوا هم المستكشفين أو المفتشين يعني بحاولوا يترصدوا لك بدون يكتشفوا هفوات إليك أو أخطاء أو سر من أسرارك بدون يكتشفوا أو يتدخلوا بخصوصياتك مش كل شخص بقول لك أنا صديقك تأمن له سرك ما تطلعه أنت الكفيل بأنك تحافظ على سرك غيرك ما حد رح يحافظ عليك برج الميزان طبعا ما زالت الأجواء زي اليومين الماضيات ضغط كثير يعني حاسس ضغطك ضعيفة زي ما كنا نحكي أنه بدك تنتبه لصحتك ويوم آخر لأنه القمر موجود في بيت المتاعب فهذا بسبب تراكم بالعمل ضغط نفسي ضغط عصبي ضغط صحي من ساعات ما بعض الظهر اليوم القمر رح يصير موجود عندك وبأول لحظات دخوله مشكل ثلاث زوايا تثليث إيجابية قوية جدا يعني رح تشعر بفارق كبير خلال اليوم بالتغيير اللي رح يصير عليك بتسعد وبتستعيد حماستك وبتنهمك بإدخال تعديلات وتغييرات على روتينات وعلى مظهرك بتقوى نسبة نجاحك وبتشتد عزيمتك وممكن تنقلب المعتيات من تلقاء ذاتها لصالحك خلال هذا اليوم أهم شي أنك أنت تتقبل هذا التلاقي يعني تتقبل هذا التغيير اللي رح يكون لصالحك وتبادر باستغلاله أما بالنسبة للوضع المالي فما زالت الأمور يعني ماشي في بعض الحلول واضحة عندك ولكن في ساعة ما بعد الظهر تدير بالك من المصاريف لزيادة لأنه رح يكون في متطلبات مالية خلال هذا اليوم أو مصاريف أو دفعات أو التزامات مالية أو مصاريف ممكن تكون بعضها استشفائي يعني بدك تحذر منها أما بالنسبة للبيت الثالث فممكن تكثر عندك الاتصالات والحوارات والنقاشات خلال هذا اليوم ممكن تسعد بلقاء بعض الأصدقاء ولكن في ساعة ما بعد الظهر تقوى عندك سرعة البديهة أكثر قدرتك على الإقناع بتصير عالية أكثر وبتإيصال الرسائل برضو بتكون لصالحك بشكل أكبر أما بالنسبة للبيت الرابع على مستوى البيت ما زالت الأجواء فيها نوع من أنواع التوتر واليوم التوتر هذا ممكن يزيد وخصوصا في ساعات ما بعد الظهر دير بالك من بعض المشاكل أو الخلافات اللي بتتعلق بالمنزل أو العائلة ممكن يستفزك موضوع معين أو تستثار من مسألة معينة فتلاقي حالك يعني فقدت السيطرة وطلعت منك كلمة راحت إلا هي دمر الدنيا كلها فضبط العصاب مطلوب ما تفقد السيطرة على نفسك أما بالنسبة للبيت الخامس فطبعا مجرد ما أنه القمر الوصل لعندك الأجواء العاطفية بتبلش تستقر الخلاف والنقاش والحوار وسوء التفاهم اللي كان بالأيام الماضي يصير ما بينك وبين الأحبة أو ما بينك وبين الأبناء بتلاقي الطاقة عندك نزلت بشكل كبير الأجواء بصير إيجابية وممكن اليوم يكون فيه مبادرة عاطفية أو لقاء عاطفية أو مصالحة عاطفية أو مراجعة لمسألة عاطفية ولكن أنه فيه حلول الأمور العاطفية بالنسبة لأبيتك السادس طبعا العمل كان متراكم الوضع الصحي كان ضاغط مع اقتراب ساعة الظهر الأجواء بصير إيجابية ممكن تجد بعض الحلول ويصير فيه عندك نشاط لحل بعض المسائل بشكل إيجابي وقوي جدا راح تكون الأمور اللي صالحك خلال هذا اليوم أهمش أنك ما تضغط على حالك كثير راقب الوضع الصحي هذا أهم شيء ما تدخل بخلافات ونقاشات حدي ما بينك وبين زملائك أو رؤسات بالعمل بالنسبة للبيت السابع طبعا بيت التقابل معاك الأجواء إيجابية ولكن في الساعة ما بعد الظهر ممكن سوء تفاهم أو خلاف أو نقاش أو حوار ما بينك وبين الشريك يعني يطور شوي يعني سوء تفاهم سريع زي ما منحكيها ممكن ما يمتدش لوقت طويل أهمش أنك ما تأخذ على بالك وتخلي الموضوع يستمر فترة أطول حاول تحلها أنت صاحب الطاقة الأعلى اللي ممكن أنك تتحكم في هذه الأمور أما بالنسبة للبيت الثامن فالأجواء ما زال فيها نوع من أنواع الضغط على المسائل المالية المشتركة وبرضو بتيجي مصاريف بشكل مفاجئ استشفائية علاجية أخبار عن صحة أحد الأحبة طلق على صحة أحد الأحبة لقاءات برضو على مستوى حل مسائل مالية قديمة الديون لإلك بتحاول تحصلها على حسب اختصاصك أنا بحكي كل الفرضيات فعشان هيك بتلاقي هذا البيت تحديدا هو أكثر بيت ضغط عليك اللي هي الأموال المشتركة وأمور اللي لها علاقة بالأشياء القديمة أو قصص قديمة أو مواضيع قديمة أو أي شيء قديم ممكن أنه يظهر على الساحة وسنسبب لك نوع من أنواع الأرق أكثر المتضررين موليد العشرية الأولى والعشرية الثانية أما بالنسبة لبيتك التاسع في الأجواء يعني ما زالت فيها نوع من أنواع الترقب في منك وأشخاص بتنتظر خبر من خارج البلاد أو خطوة يعني لخارج البلاد من ساعات ما بعد الظهر تقريبا بتلوح الفرصة لأنك تطلع على ردود أو على حلول أو أشياء تكون لصالحك ممكن تجد حلول كثيرة لبعض المسائل أو يجيك حل أو خبر من خارج البلاد أو بريد مثلا أو شيء بتنتظره امتحان مقابلة الأجواء برضو جيدة وداعمة وخصوصا كل ما اقتربنا لساعات الظهر وما بعدها أما بالنسبة للبيت العاشر بيت السمعة فهنا الأجواء جيدة دعميتك ما في أي شيء بخوف ولكن في الساعة ما بعد الظهر ديق بالك ما تخالف القوانين ما تجازف ما تحاول أنك تسوي سمعتك بأي تصرف ضبط العصاب مطلوب ما في داعي لتهويل الأمور أما بالنسبة لبيت بيتك 11 يعني هنا منيجي على مسألة العلاقة بالعلاقات الاجتماعية في ساعة ما بعد الظهر رح تنشط بالعلاقات الاجتماعية ممكن يتوجه لك دعوة لحضور حفلة أو مناسبة أو تسعد بلقاء بعض الأصدقاء خلال هذا اليوم وممكن يجيك دعم من صديق أو من معرفة يعني يساعدك في حل مسألة ما أما بالنسبة لبيت المتاعب فطبعا زي ما حكينا أنه القمر كان موجود في بيت المتاعب أو موجود هو ما زال لغاية ساعات الظهر هو اللي ضغط عليك هو اللي أرقك هو اللي مسبب لك نوع من أنواع التوتر زي ما حكينا كل هذا الشيء بنتهي كل ما اقتربنا لساعات الظهر الأوضاع رح تصير إيجابية وأحسن مع ساعات الظهر حاول أنك تستغل الإيجابية هاي وتعوض الأشياء اللي فاتتك برج العقرب طبعا بالنسبة للعقرب بدأ الضغط عليهم بشكل واضح من اليوم حاسين أنه طاقتهم شوي ضعفت الأمور بلشت تتراكم نفسيتهم صارت مش مرتاحة طبعا كل هذا بسبب اقتراب القمر لبيت المتاعب أكثر بأكثر لو وصولوا للميزان فعشان هيك شوي بتشوف أنه الفترة هاي فارغة من الحظ بتكون تنتبهوا أكثر لصحتكم ما توقع العقد وما تبدأ عمل جديد هاي فترة فارغة من الحظ حلل الأمور بهدوء وابتعد عن الأضواء لا تقرر على شيء جديد عشان ما يخيب أملك وحاذر من البلبلة والالتباسات بالفترة هاي قدر الإمكان طبعا بالنسبة للوضع المالي ما زالت الأمور يعني ممكن بعضكو يتجه للتنفيس بصرف بعض الفلوس أو يصرف بدون حساب أو أنه بس بدو يتفشش فعشان هيك بتكونوا حذرين قدر الإمكان من المصاريف لزيادة ما فيه متطلبات مالية وفيه أولويات مالية حاول أنك تركز الأمور المالية تاعتك بشكل جيد قبل ما تقدم لأنه الوضع مش مستاهل مجازفات مالية كمان فوق الضغط وجود القمر في بيت المتاعب دقق بالتفاصيل حافظ على ممتلكاتك ومقتنياتك من السرقة وضياع أما بالنسبة للبيت الثالث فطبعا الجو مش بالقوة اللي أنت بالدكية يعني ممكن أنه في يصير حوار أو نقاش أو عصبيتك هي اللي تخرب عليك بعض الأمور ممكن تدخل في بعض المسائل اللي شوية تكون صعبة ما تكون سهلة بالنسبة لك بتكثر الاتصالات ولكن عصبيتك موجودة حاول قدر الإمكان تضبط عصابك وما تتدخل في شؤون الغير بتلاقي الأمور انحلت بشكل جيد لا تعتمد على سرعة بديتك ولا تعتمد على الحدث لأنه بالفترة هاي الظنون هي اللي راح تسيطر عليك بالنسبة للبيت الرابع الأجواء على مستوى البيت تقريبا نقدر نحكي أنه جيد يعني مستقرة شيئا ما في مسألة عائلية أو مسألة إلها علاقة بالوضع العائلي تقريبا مستقرة ولكن موليد العشرية الأولى أكثر الأشخاص اللي بدهم ينتبهم بعض الخلافات أو النقاشات أو الأحداث العائلية اللي ممكن تستفزك حاول تسيطر على أعصاب قدر الإمكان ما تحاول أنك تنفعل أو تعصب بالفترة هاي يعني كل الأجواء إحنا بما أنه القمر في بيت المتاعف منضرب على طول الخط أنه أشياء كثيرة ممكن أنها تصير فيها بعض الخلافات المسألة العائلية من الأشياء اللي رح تركز عليها خلال هذا اليوم فحاول قدر الإمكان أنه تضبط أعصابك بس وتلاقي الأمور يومين بس يطلع القمر ما عندك كل الأمور هاي رح تتبخر ورح تنحل بالنسبة للبيت الخامس كل ما إجيت بدك تعمل إشي العلاقة بالعاطفة بتلاقيها بتتنيل كل ما تبادر لأنك بدك تتنازل بتلاقي الأمور بتتنيل كل ما إجيت بدك تضبط عصابك بتلاقي حالك بتتهور حاول أنك أنت تضبط العواطف عندك بالفترة هاي الأمور مش ثابتة فعشان هيك سهل جدا تغلط سهل جدا أنك تتهور خصوصا في أمور ترفيهية ترفيه تغيير محبة نزوة هاي الأمور كلها دير بالك بالفترة هاي الأجواء مش مناسبة لإلك القمر صار موجود ببيت يعني ضاغط لإلك في بيت متاعبك وهذا بيظهر لك أعداء خفيين مؤامرات تحاك ضدك حاول أنك ما تكون فريسة وحاول أنك ما تكون لأدمية حاول تكون صاحب شخصية مش بالوقت مش الوقت المناسب لهاي الأمور يعني حاول أنك تتجنبها قدر الإمكان لأنها مش لصالحك أما بالنسبة لبيتك السادس فالأجواء تقريبا نقدر نحكي أنه فيها يعني نوع من أنواع المقابلة هي بيتك السادس بتراكم فيها بعض الأعمال عشان هيك نقول لك ما تبدأ عمل جديد حاول أنك تحل الأمور الأعمال اللي بين إيديك أو الموكل اللي إليك ما تدخل بنقاشات وحوارات حادي ما بينك وبين زملائك أو رؤسائك بالعمل ممكن بعض الأصدقاء يساعدوك في مسألة ما ويعالجو لك مسألة ما ولكن برضو عصبيتك ممكن أن يتخرب عليك بالنسبة لبيتك السابع وهو المقابل تماما موليد العشرية الأولى والعشرية الثانية بدون يديروا بالهم من خلافات أو نقاشات أو حوارات حادي ما بينهم وبين شركاء أو قلق على الشريك أو على الزوج وفات الشريك أو الزوج بالفترة هاي حاول قدر الإمكان أنك ما تأخذ زي ما حكينا بالحدث وما تأخذ بإحساسي أنا بحكيلي ما في الشاي والأمور بدك تركز بشكل كبير على أساس أنه تكون الفترة آمنة بدون مشاكل وبدون خلافات بالنسبة للبيت الثامن الأجواء تقريبا بتحمل بعض الأشياء الإيجابية بتساعدك ممكن تنشط في أمور العلاقة ببنك بضريبة تأمين حل موضوع قديم نقاش ممكن تقرأ كتاب تاريخي أو قصة أو أساطير أو موضوع له علاقة بإرث أو بعلاقات اجتماعية أو بالنسل أو بالشغلات اللي زي هيك يعني الأجواء ممكن تحيي قصص قديمة أو مواضيع قديمة بالفترة هاي حاول أنك أنت تبعد عن أنك تكشف أسرار قديمة أنت كنت مخبّيها أما بالنسبة للبيت التاسع فالأجواء جيدة ودعملة لغاية ساعات الظهر فممكن تكثر عندك الاتصالات والتواصل مع أشخاص خارج البلاد أو أمور لها علاقة بالجامعة أو الامتحانات ولكن في الساعة ما بعد الظهر دير بالك يعني حاول أنك تركز ركز أثناء القيادة كمان على الشوارع المفتوحة وما في داعي للمغامرات بالنسبة للبيت العاشر هذا بيت سمعتك حاول قدر الإمكان أنك ما تشوه سمعتك يعني ما في داعي للمجازفات أو المغامرات بالفترة هاي يعني حاول أنه تكون بالضوء ما تخالف القوانين وما تجازف وما تغامر وما تدخل بخلافات ما بينك وبين زملائك أو رؤساك بالعمل بالنسبة لبيتك 11 ممكن تنشط في بعض اللقاءات ما بينك وبين الأصدقاء ممكن يتوجه لك دعوة لحضور حفلي أو مناسبة أو تسعد بمساعدة صديق لإلك أو بتحقق أمني بمساعدة صديق ومنكم ممكن نشارك في مناسبة سعيدة ولكن زي ما حكينا أنه في ساعات ما بعد الظهر القمر رح يصير في بيت المتاعب بدكم تنتبهوا أكثر لصحتكم ما توقع العقد ما تبدأ عمل جديد هاي فترة فارغة من الحظ حلل الأمور بهدوء ابتعد عن الأضواء لا تقرر على شيء عشان ما يخيب أملك وحذر من البلبل والالتباس بعيد لك إياها مش إنه أنا حاقد عليك أنت كرهان أنت ليش يعني كلهم عطيتهم تفاولية أنا ما عطيتهم تفاولية القمر في بيت متاعبك بس هذا اللي أنا بقدر أحكي لك إياه برج القوس طبعا اليوم نقدر نحكي إنه هو بحمل أشياء إيجابية بالنسبة لك لكن في نوع من أنواع الضغط في نوع من أنواع القلق حاول أنك أنت برضو أنك ما تستسلم لكل شيء راقب وضعك الصحي بشكل جيد حافظ على صحتك بشكل جيد الأجواء بتدعمك اليوم اجتماعيا بشكل كبير ممكن تظهر بعض التعديلات على قصة شعرك على حيويتك على نشاطك على شغلات زي هيك الأجواء إيجابية بالمنطلق ملفت للنظر بالنسبة للجنس الآخر بشكل أكبر حاول أنك تستغل الفرصة هاي بالنسبة للبيت الثاني الأجواء على المستوى المالي ما زالت مربكة بالوضع المالي متطلبات مالية أو قصص مالية أو بعض الضغوط المالية اللي ممكن تظهر على الساحة وخصوصا في ساعات ما بعد الظهر حاول تضبط أعصابك وتعرف الجدولها أو تحلها بالشكل الصحيح ما تصرف فلوسك بدون حساب يعني بدك تراقب مصاريفك بشكل كبير أما بالنسبة لبيتك الثالث طبعا الأجواء نشطة وفيها حركة فيها اتصالات فيها تواصل إيجابية دعملة إليك ساعة ما بعد الظهر برضو بتزيد النشاط أكثر وأكثر بتزيد اتصالاتك أكثر وأكثر ولكن بدك تدير بالك خصوصا موليد العشرية الأولى والثانية من العصبية فقد السيطرة على الذات اللي انفعالات ممكن تكبر بشكل كبير وهذا الإشي رح يكون مش لصالحك رح يكون ضدك عشان هيك ضبط الأعصاب مطلوب بشكل كبير ممكن يكون لكم تعامل ما بينك وبين أخ أو جار خلال هذا اليوم أو لقاء معين أو تهتم بتصليحات لا أمور لها علاقة بالسيارة أو جهاز التليفون بالنسبة للبيت الرابع في مشاكل على مستوى البيت في ضغط على مستوى البيت سوء تفاهم قلق من مسألة عائلية ممكن تحتد على بعض المسائل ولكن من ساعات ما بعد الظهر الأجواء تقريبا بصير فيها نوع من أنواع الإيجابية ممكن تحل بعض المسائل إذا فقدت السيطرة دمرت الدنيا أنت اليوم يعني بمعنى رح تكبر المشاكل أكثر من الحجم الطبيعي ضبط الأعصاب مطلوب ممكن تظهر بعض الأعطال المنزلية اللي تطلب منك نوع من أنواع الاهتمام أو قلق على صحة أحد الأحبة أما بالنسبة للبيت الخامس فالأجواء تقريبا كلما اقتربنا لساعات الظهر كلما أصبحت الأجواء أجمل ورومانسية أكثر ولكن أهم إش أنك ما تبالغ بملذاتك يعني بمعنى آخر ما تبالغ بالترفيه والنزوات هذه أهم نقطة الأجواء من ناحية عاطفية جيدة جدا جمالتك وحيويتك قوية جدا وممكن بعضكم يبدأ بعلاقة عاطفية بالفترة القادمة تبدأ ملامحها ابتداء من بعد الظهر اليوم أما بالنسبة لها بيت السادس لإلك بيت الصحة بيت العمل الأمور ما زالت فيها نوع من أنواع الضغط ما زلت مشتت أنت مش راكز الأمور عندك بالشكل الكامل مش قادر تحل المسائل بالشكل الكبير معقدة من أكثر من اتجاهها طبعا لأنه أورانوس والمريخ لسه زاوية الاقتران موجودة وزاوية التربيع ما بينها وبين كل الكواكب اللي موجودة بالجدي وموجودة بالدلو فهاي بتظلها كل ما حلت المشكلة ترجع تورط في إشي ثاني كل ما تيجي تحلها تلاقي المشكلة طلعت من أول وجديد كل ما إجيت بدك تسوي حلول بتلاقي كيف تقلب الأمور ما بتعرف فجأة هذول اثنين المريخ وأورانوس هم أهل المفاجآت وخصوصا بالتحامهم مع بعض عشان هيك لا تدخل بخلافات ولا بنقاشات ولا بحوارات ما بينك وبين زملائك أو رؤسائك بالعمل ما تهم الأعمالك وبرضو بدك تظلك منتبه لصحتك انتبه لصحتك انتبه لعملك وانتبه لصحتك بالنسبة للبيت السابع تقريبا الأجواء اليوم مع ساعات ما بعد الظهر بتصير إيجابية أكثر ممكن المشاكل اللي كانت ما بينك وبين الشريك أو سوء التفاهم تجد له بعض الحلول أو تحلوا خلال هذا النهار وممكن يكون في مبادرة لأنها توضح بعض الأمور وتكون لمصلحتك حاول أنك أنت تحلها بعقلاني بدون ما تكبر الأمور بدون ما تمطمطها هيك وتصير أنت بدك تقيم الحدود فخلي الأمر خلي الحلول بمعنى أن حطت حلول خليها تنحل بدون تعقيدات أما بالنسبة للبيت العاشر فطبعا بيت السمعة نقول لك ما تجازف ما تغامر ما تتشوه سمعتك ما تكشف سرك ما تتدخل في شؤون غيرك وما تهم العملك برضو إذا تجاوزت هدول النقاط معناته أنت بأمان خلال هذا اليوم أما بالنسبة لبيتك 11 فطبعا الأجواء ممتازة جدا بتساعدك في كثير من المسائل قصوصا اللي لها علاقة بالاتصالات البعيدة والتواصل مع أشخاص خارج البلاد هذا بيتك التاسع حاول قدر الإمكان أنك تستفيد منه قد ما بتقدر ممكن أنك أنت اليوم خصوصا يجيك خبر من خارج البلاد أو اتصال من خارج البلاد تعزز نقاط قوة بالنسبة لك يكون فيه نقاشات أو حوارات لمصلحتك حاول أنك تستغلها بالنسبة للبيت الثامن ارجع لأنه أنا اتجاوزت عنهم فعشانك رجعت ارجع بالنسبة للبيت الثامن ممكن أنه تحل بعض المسائل المالية المعقدة أو يكون لك نشاط على مستوى بنك ضريبة تأمين أو حل بعض الديون المطلوبة منك بشكل كبير يعني حاول أنك تركز بالأمور ابعد عن المصاريف لأنه الفترة هاي برضو بتحمل المصاريف استشفائية أو قلق على أحد الأحبة بالنسبة لبيتك 11 طبعا هنا لأنه نسينا بيتين فارجعت رجوع أنا على أساس أني أجاوبكم بالنسبة لبيتك 11 بيت الأصدقاء ممكن اليوم يعني يحملك أو يدفعك لمصالحة معينة وممكن يتوجه لك دعوة لحضور حفلة أو مناسبة أو تسعد بلقاء الأصدقاء مادر لملاقات الآخرين اليوم الأجواء بتدعمك بشكل جيد ممكن يتحقق بعض النتائج من لقاء اجتماعي أو من أحد الأصدقاء يكون داعم لإلك بشكل قوي أما بالنسبة لبيت متاعبك بيتك 12 منقول لك دير بالك يعني بلش الضغط يضغط على بيت المتاعب فعشان هيك حاول أنك ما تغلط ما توقع على أوراق دون دراستها ما تكفل حد ما تضمن حد يعني بدها مراجعة لكل صغيرة وكبيرة قبل ما تورط حالك بشغلات كبيرة برج الجدي طبعا ما زال القمر بوجوده في بيتك التاسع هو مكان قوي جدا لإلك بدعمك بشكل كبير على مستوى الاتصالات على مستوى السفر على مستوى الأشياء الخارجية يعني هذا عم عزز نفسيتك بشكل كبير في ساعة ما بعد الظهر بتختلف الأمور بتلاقي أن طاقتك شويها نزلت شحطة فعشان هيك بدك تدير بالك استغل إنجاز أمورك كلها من الآن لغاية ساعة الظهر بعد الظهر حاول أنه خلاص تكون منجز كل شي عشان ما يضيع عليك شي نفسيا ممتاز مشحون بطاقة إيجابية ولكن عصبيتك في لحظة معينة ممكن تفقد السيطرة على نفسك وخصوصا في ساعات ما بعد الظهر احذر من العصبية والحدية بالطباع بالنسبة للبيت الثاني فطبعا البيت الثاني مصاريف دفعات التزامات أشياء مفاجئة برضو عند الضغط الزيادة بصير عندك حبلة تبذير للصرف للشغلات اللي زيك حاول قدر الإمكان تبعد عن هاي الأمور حاول ما تورط حالك في هاي الأمور يعني الأمر بتطلب منك الحكمة والحنكة في إدارة الوضع المالي أنت أبو الحسابات المالية يعني من المفروض أنك أندي اللي تعرف تدير الأمور المالية مش أنا اللي أنصحك كيف تدير الأمور المالية أهم مش أنك ما تغامر وما تجازف ابعد عن المصاريف المفاجئة وحاول ما تتهور بتوقيع على أوراق بدون دراستها بشكل كبير أما بالنسبة لبيتك الثالث طبعا اليوم رح تنشط بالاتصالات بالحوارات بالتواصل مع أشخاص بشكل كبير عندك سرعة بديهة قدرة على الإقناع عالية جدا إذا عندك امتحان أو مقابلة رح تنشط فيها بشكل كبير برضو على مستوى علاقاتك مع الإخوة رح تكون ممتازة ولكن في الساعة مع بعد الظهر بدك تنتبه من مواجهة أو الحدية انتبه أثناء قيادتك للسيارة لأنه ممكن تعصب أو تزعل أو تذاق من مسألة معينة ممكن تظهر بشكل مفاجئ أما بالنسبة للبيت الرابع على مستوى البيت ما زالت المسائل العائلية شوي يعني تدخل في بعض بعض النقاط اللي بتستفزك فيه نشاطات عائلية فيه اتصالات تواصل فيه ساعة ما بعد الظهر رح تكثر أكثر وأكثر فممكن تظهر مسألة عائلية أو خلاف عائلي أو نقاش عائلي أو مشكلة عائلية أو عطل منزلي خلال هذا اليوم فحاول قدر الإمكان أنك تحله بعقلانية أكثر بالنسبة للبيت الخامس بيت العواطف ما زال لموليد العشرية الأولى والعشرية الثانية بيحمل تقلبات فعشان هيك التقلبات بالعواطف تقلباتهم مع الأحبة تقلباتهم مع الأبناء هذا الإشي بوترهم بشكل كبير بسبب لهم خلافات بشكل كبير وبشكل مفاجئ حاول ضبط الأعصاب ما تتدخل في شؤون أبنائك ما تتدخل في شؤون الأحبة وما تبالغ بملد ذاتك وما تبالغ بالأمور اللي إلها علاقة بالترفيه يعني حاول أنه تضبطها وما في داعي للخلافات والنقاشات ما بينك وبين الأحبة بالنسبة للبيت السادس الأجواء تقريبا على مستوى العمل يعني الأجواء بتصير إيجابية أكثر ممكن يبادر أحد الأصدقاء لحل مسألة كانت مأرقيتك بالفترة الماضية على مستوى العمل أو تجد بعض الحلول لمسائل إلها علاقة بالعمل بشكل أوفى ممكن تحصل على بعض المكاسب وممكن كنت تعاني من إشيء صحي اليوم تبلش تشعر أنه بلشت صحتك تتحسن بشكل كبير أو ترتاح من قلق على صحة أحد الأحبة أما بالنسبة للبيت السابع لا إلك بيت الشراكة طبعا الأجواء قاعدة بتقترب من ضغط فديروا بالكم من الخلافات أو النقاشات أو الحوارات الأجواء كانت إيجابية ولكن من ساعات ما بعض الظهر ممكن يظهر خلاف أو نقاش أو حوار فتحتدلوا بالأمور أو تزودوا الأمور أو تزيد لعيار شوي فتصير خلاف كبير اضبط أعصابك ما في داعي لا تكبير الخلافات بالنسبة للبيت الثامن فما زالت الأمور المالية المشتركة ممكن هي عائق أو ممكن هي مربكيتك شوي عليك الالتزامات أو عليك ديون أو متطلبات مالية وما لاحت الفرصة لحلها أو لتسويتها اليوم ممكن يعني يكون في بعض الحلول لإلها في ساعة ما بعض الظهر أو يجيك بسيط أمل أو يجيك خبر لحلها الأجواء برضو بتدعم على نقطة جيدة إذا استغلتها بشكل ممتاز ممكن إنها تكون لمصلحتك أما بالنسبة لبيتك التاسع فطبعا ما زالت الأمور القمار ما زال موجود في بيتك التاسع لغاية ساعة الظهر فبيظل النشاط في الاتصالات أو مجالات الدراسة أو السفر البعيد أو التواصل مع أشخاص خارج البلاد القوة العاطفة لسه موجودة تجاوب أحب أكون معكم برضو ممتازة جدا هاي رح تظل كلها لساعات الظهر من بعد ساعات الظهر القمر طبعا رح ينتقل للبيت العاشر فهنا بتنجحوا بالمحافظة على سمعتكم لأنه داخل بزوايا إيجابية فما زالت الأمور ما فيها تشويه للسمعة ممكن تخضع لعدة تجارب مهمة أهم شيء أنك ما تضعف وما تجازف بسمعتك وما تخالف القوانين ما تدخل بأعمال مشبوهة حاول أنك تبعد عن أي شيء ممكن يشوه سمعتك خلال هذا اليوم بتلاقي الأمور ممتازة جدا وبالعكس الأمور بتكون لمصلحتك أما بالنسبة لبيتك 11 فهنا منيجي عبيت الأصدقاء الأجواء مش جيدة القمر ببيت متاعب بيت أصدقائك فعشان هيك يضاغط عليك بشكل كبير ممكن خلاف أو سوء تفاهم ما بينك وبين أحد الأصدقاء أو تنزعج من صديق أو خبر بيجي عن صديق شوي بيسبب لك نوع من أنواع التوتر حاول قدر الإمكان أنك ما تكبر الأمور وما تصاعدها وما تدخل بمواجهات أو تتدخل بشؤون غيرك فيصير خلاف كبير ممكن اليوم يتوجه لك دعوة لحضور حفلة أو مناسبة أو تسعد بلقاء بعض الأصدقاء ولكن زي ما حكينا ما تتدخل بشؤون غيرك أما بالنسبة لها بيت المتاعب هنا من قل لك يعني بيت المتاعب الأجواء بما أن القمر دخل على الميزان وتزديس مع بيت المتاعب فالأجواء جيدة جدا يعني ما فيه أي شيء أنك ما تخاف منه أو تقلق منه حاول بس أنك تحافظ على أسرارك وحاول أنك ما تدخل أو تدخل بشؤون غيرك على أساس أن الأشياء ما تصير ضدك برج الدلو طبعا القمر ما زال في بيت مش حليف ليلك وفي بيتك الثامن فعشان هيك الأجواء ما زالت الساء ضاغط على المستوى النفسي بشكل كبير ما زال في توتر أو قلق من بعض المسائل الأمور مش ماشية مثل ما بدك تواجد الكواكب وخصوصا موليد العشرية الأولى والثانية هذول أكثر ناس مضغوطين القمر لسه ما وصل ما أوصل شعاعه أو نوره على الجميع فعشان هيك الموضوع بتطلب منك نوع من أنواع الحذر أكثر الصبر أكثر في ساعات ما بعد ظهر القمر بصير في البيت التاسع لألكو بعطيكو طاقة كبيرة بعطيكو حيوية أكثر شخصيتكو بتصير غير فعشان هيك الأجواء بتطلب منك نوع من أنواع الهدوء وبتطلب منك نوع من أنواع الحكمة استغل الفرصة بس يصل القمر للبيت التاسع والطاقة بتصير أحسن وخصوصا من ساعات بعد الظهر أما بالنسبة للبيت الثاني فما زالت الأجواء يعني واعدي بدعم بمساعدي بحلول بعض الأزمات المالية مش بالشكل القوي ولكن أهم شيء أنك تقلل من مصاريفك بتصير بشكل قوي أكثر بالنسبة للبيت الثالث طبعا الأجواء بالاتصالات والحوارات بساعات ما بعد الظهر الحدس عندك قوي بتنشط باتصالاتك بحواراتك بتواصلك عندك قدرة على الإقناع عالي جدا الأمور التجارية رح تنشط فيها بشكل أكبر يعني فيه عندك مئة شغلة اليوم تستفيد منها إذا استغلت وممكن يكون لك تعامل مع أخ أو جار خلال هذا اليوم أو تسعد بلقاء أحد المعارف أو الأصدقاء أما بالنسبة للبيت الرابع فالأجواء هنا راحت بمنحنة يعني شوي إلو علاقة بالبيت فما زالت المشاكل العائلية أو المسائل البيتية ضاغطة في حدث معين أو قصة معينة إلها علاقة بالبيت ضاغطيتك حاول قدر الإمكان أنك أنت يعني تحلها بدون عصبية بدون هذا ممكن تظهر مسألة العلاقة بصيانة أو ترتيب أو أعطال منزلية بشكل كبير اليوم تتطلب منك الحكمة بإدارتها إذا كان فيه نقاش أو حوار اضبط أعصابك وما تتدخل فيه شؤون غيرك ممكن يتقلب المزاج أو يصير أشياء مفاجئة أو حدث مفاجئ وخصوصا لموليد العشرية الأولى والعشرية الثانية إلو علاقة بالبيت أو إلو علاقة بالأسرة أما بالنسبة للبيت الخامس فالأجواء على المستوى العاطفي كل ما اقتربنا لساعات الظهر ممكن نجد حلول للمشاكل اللي كانت بيننا وبين أحبائنا أو بيننا وبين الحبيب أو بيننا وبين أحد الأبناء ممكن في ساعات ما بعد الظهر يصير فيه مصالحة أو يعني تتوضح وجهات النظر وينوجد بعض الحلول لهاي الأمور بالنسبة للبيت السادس الأجواء ما زالت بتركز على أمور العمل عندك قدرة على حل المسائل هاي عندك قدرة على أنك تحل كل المتطلبات والمسئوليات المطلوبة منك لهذا اليوم ولكن بدك تحذر من الوضع الصحي وخصوصا في ساعات ما بعد الظهر يعني دير بالك على صحتك ما فيه إشي بخوف بس بدها يروع من الأنواع الاهتمام أما بالنسبة للبيت السابع بيت الشراكي وهو المقابل إلك تماما الضغط اللي موجود عندك والطاقة السلبية الكبيرة اللي موجودة اللي ممكن أنها تسبب أي خلاف ما بينك وبين أفراد العائلة أو ما بينك وبين الزوج أو الزوجة اللي في لحظة ممكن يطلع حاول تضبط أعصابك قدر الإمكان ممكن تجد حلول في ساعات ما بعد الظهر وإذا كان في خلاف وبدك تعمل مصالحات فهو في ساعات ما بعد الظهر برضو بساعدك بشكل أكبر بالنسبة للبيت الثامن فطبعا القمر موجود فيه بتعيدوا تنظيم أموركم المالية المشتركة والفرصة متاحة لمكسب مالي مع هيك بتكون تخففوا من النفقات المتصاعدة أما في ساعات ما بعد الظهر القمر بصير انتقل للبيت التاسع فالي بتنشغلوا في مسائل إلها علاقة إما بسفر أو باتصالات بعيدة أو تواصل مع أشخاص خارج البلاد اليوم هذا مناسب لإجراء مقابلة أو اجتياز امتحان وخصوصا من ساعات ما بعد الظهر ممكن تبدأ عمل أو دراسة جديدة ممكن تناقش اليوم بقوة وذكاء وتتجرأ على رفض أي شيء ما بيناسبك ما تخشى شيء في ساعات ما بعد الظهر بل ثق بنفسك أكثر هاي فترة مناسبة لخوض تجربة جديدة أما بالنسبة للبيت العاشر فالأجواء هنا جيدة لغاية ساعات ما قبل الظهر ما بعد الظهر دير بالك تشويه سمعتك يعني ما في كل اللي إحنا حكنا يعني بدون مجازفات وبدون مغامرات وبدون مخالفة قوانين ما في داعي لتشويه السمعة بالنسبة لبيتك 11 طبعا الأجواء ممتازة جدا على مستوى الأصدقاء فممكن اليوم يتوجه لك دعوة لحضور حفلة أو مناسبة أو تسعد بلقاء بعض الأصدقاء أو يبادر بعض الأصدقاء لحل مسائل كان صعب أنها تنحل بالفترة الماضية أما بالنسبة لبيتك 12 بيت المتاعب فما زالت الأجواء ضاغطة فبعضكم خصوص الموليد العشرية الثالثة تحديدا بدون منراقبوا صحتهم بشكل كويس إذا شعروا بشيء غير اعتيادي راجعوا الطبيب ما يجازفوا وما يغامروا وما يأمنوا يعني تأمن لشخص على أسرارك أو على أشياء بتخصك هاي أنا ما بنصح فيها برج الحود طبعا القمر مقابلك تماما ما زال موجود مقابلك تماما مناسب لتعزيز شراكتك أو شراكاتك مناسب لأنك أنت تبادر ببعض الأمور للتواصل للاتصالات مناسب لإلك لأنه حليف لإلك البرج هذا ولكن طاقتك الضعيفة هاي بسبب تواجد القمر مقابلك تماما واقتراب الشمس لبيت متاعبك كل ما مشت ببيت المتاعب لهو بالدلو كل ما أنت انضغطت أكثر هاي فترة طبيعية حاول أنك أنت بس تخفف الشحن هيك تخفف أنت الضغط اللي عليك حاول أنك ما تتوتر كثير بتلاقي الأمور بتمشي بسلام فكر بعقلانية ما تجازف ما تغامر بتلاقي الأمور مشت بشكل إيجابي حاول تتعاند أنك أنت أبو زيد الهلالي لا أنا أقوى من الحضوض وأقوى من هذا رح تورط ورح تيجي على رأسك الأمر بده هدوء بس هدوء وما تفرط يعني ما في داعي للإفراط بالطاقة أنك تستغني أو تحطها بالمكان الغير مناسب عشان هيك ما زالت الأجواء ضاغطة وخصوصا بتواجد القمر مقابلك ضعفت من طاقتك شوي في ساعات ما بعد الظهر رح يتحرك شوي يطلع من مقابلك شوي الأمور بتصير ألطف ولكن مش بالقوة بدك تصبر حديث ما يوصل للعقرب ليعطيك طاقة أكبر يعني يعوض هاي الضغوطات اللي موجودة عليك بشكل أحسن بالنسبة للبيت الثاني فطبعا على المستوى المالي ممكن أنه في ساعات ما بعد الظهر تظهر بعض المصاريف عندك أو الدفعات أو الالتزامات بشكل كبير ما زالت في بعض الحلول يعني في ساعات ما بعد الظهر ممكن دين إلك تحصله ممكن تحل بعض المسائل اللي إلها علاقة بالديون تفوتر أو تجدو المسائل أو تنحل مسألة إلها علاقة بقرض ولكن ديروا بالك برضو من المصاريف اللي ما إلها داعي بس أما بالنسبة لبيتك الثالث جيد بالاتصالات ولكنك عصبي بدعمك بالتواصل ولكنك متسرع بالحكم فعشان هيك بنقول لك حافظ على ردة فعلك موليد العشرية الأولى موليد العشرية الثانية أكثر الأشخاص المضغوطين بعملية تلقي الأمور حساسين زيادة عن اللزوم أي كلمة بتجرحهم أي كلمة بتأذيهم أي شيء ممكن أنه يأثر في نفسيتهم ما في داعي للعصبية ما في داعي للإنفعال هذه الأهم نقطتين وأدير بالي أثناء تنقلاتي وحواراتي بتكون الأمور ممتازة جدا ممكن يكون في خلاف ما بينك وبين أحد الإخوة أو أحد الجيران ممكن يكون في تعامل إيجابي ما بينك وبين أحد الإخوة وأحد الجيران أنت اللي بتتحكم في الموضوع أما بالنسبة للبيت الرابع فطبعا الأجواء على مستوى البيت ضاغطة كانت خلال اليومين الماضيات سببت لك نوع من أنواع التوتر أحداث منزلية بالفترة الماضية سببت لك برضو توتر وضغط نفسي وعصبي إحنا بلشنا الآن مرحلة أحسن اللي يبتدأ من ساعة ما بعد الظهر في حلول في أشياء رح تنحل في أشياء رح تجد متنفس إنها تنتهي وخصوصا المشاكل العائلية أو اللي بتتعلق بأفراد العائلة فممكن يكون في مناسبة ممكن يصير عطل منزلي معين عطل في المنزل بجهاز بشغلة بده صياني بده تركيب بده ترتيب بده ممكن ولكن الأجواء أنا بشوفها إنه من ساعة ما بعد الظهر أحسن بكثير بالنسبة للبيت الخامس الأجواء تقريبا نقدر على المستوى العاطفي نقول كانت جيدة يعني هي جيدة الآن العواطف جياشة الرغبة بالمحبة أكثر ولكن مش بالقوة اللي أنت بدك إياها مش بالرومانسية وبالحلم اللي أنت بدك إياها أصبر شوي يعني أصبر لسه كمان شوي ما في داعي للنزوات والمغامرات بما أنه الكواكب واحد في بيت متاعبك واحد مقابلك يعني صعب شوي هاي الأمور فالأمور العاطفية مش بقوتها أو مش بأوجها في هذا إذا بتقدر تحافظ عليها أنك تظلك محافظ عليها بنفس الليفل أو بنفس الوتيرة بدون مشاكل ومشاحنات ممتازة جدا ممكن تحمل لك قلق على أحد الأحبة أو أحد الأبناء الفترة هاي اليوم ممكن أنها تبلش يعني وطيرة هاي الضغوط تظهر على الساحة فيرجع القلق من أول وجديد أما بالنسبة لبيتك السادس فطبعا بالنسبة للوضع الصحي شوي أنت متخوف أو شاكك أو متوتر أو قلق أو متوسوس أو متوهم كلها هاي الأمور مع بعض الخلطة اللي أنت عايش فيها على مستوى العمل أو على مستوى الصحة دير بالك من الأمرين ولكن ما تخذ بالوسواس والمش عارف إيش وهاي الأمور لأنه زي ما حكينا في زوايا بتشكل بتعزز الوسواس بشكل أكبر فهذا الإشي رح يتعبك ويتعب نفسيتك أما بالنسبة لا وصلنا لبيتك السابع اللي هو بيت الشراك المالية والعاطفية والقمر بما أنه موجود فيه لآخر يوم فاليوم مناسب لا تعزيز شراكه سواء في مجال العمل أو العاطفة ولكن ما بنصح بإتمام خطبة أو زواج أو توقيع عقد تجاري لأن القمر موجود مقابلك تماما وطاقتك ضعيفة وأنت مش مركز وعطارد بتراجع يعني الأمر بده تدقيق فاستشير أهل الإختصاص في ساعات ما بعد الظهر القمر بصير موجود في الميزان هنا صار للبيت الثامن يتحرك من مقابلك شوي ولكن برضو مش برج حليف لا إلك ولكن برضو فيه إيجابيات فتنهمكم في إعادة تنظيم أموركم المالية أهم شيء أنكم ما تهملوا صحتكم الأجواء بتصبح إيجابية ومتجاوبة معك وممكن تلاقي أعمالك صدى طيب الفترة هاي أهم شيء أنك ما تتكاسل حاول أنك تسارع للعمل دون مماطلة ودون أعذار ممكن تحل بعض المسائل اللي إلها علاقة ببنك أو ضريبة أو تأمين أو تجد حلول أو جدول لبعض المسائل المالية أما بالنسبة للبيت التاسع فالأجواء جيدة لغاية ساعات ما قبل الظهر بالاتصالات والتواصل مع أشخاص خارج البلاد ولكن في ساعات ما بعد الظهر بتصير ضاغطة عليك ممكن يصلك خبر من خارج البلاد مزعج وممكن تتوتر على قصة إما شخص مغترب أو خارج البلاد أو بعيد عنك يعني فهيك تقلق عليه سرعان ما أنك أنت ترجع تمسك زمام الأمور وتفهم وجهة النظر أما بالنسبة للبيت العاشر الأجواء يعني إيجابية بما أنه بديدخل على الميزان فمن ساعات ما بعد الظهر الأجواء إيجابية ممكن يدعمك بعض الشخصيات أو بعض الأشخاص يدعموك في مسألة معينة أو تجد حلول لبعض المسائل ممكن أنك أنت تستغل معرفتك بشخص معين لإيجاد بعض الحلول أو المساعدات أو الدعم يعني الأجواء برضو بتحمل نوع من أنواع الإيجابية على مستوى السمعة أهم شيء أنك ما تخالف القوانين ما تجازف ما تغامر ما تشوي السمعتك وهي نقاط قوية أما بالنسبة لبيتك 11 هنا من يجي منقول أنه موليد العشرية الثالث تحديداً هذولا ممكن ينشطوا في أمور إلها علاقة بنشاط اجتماعي يتوجه لهم دعوة لحضور حفلة أو مناسبة أو يسعدوا باللقاء بعض الأصدقاء اليوم ممكن يصير فيه سوء تفاهم في ساعات ما بعد الظهر هيك تنزعج تزعل تأخذ على بالك تأخذ على خاطرك بسبب تقصير أو كلمة أو موضوع ينفتح أما بالنسبة لبيت المتاعب فموليد العشرية الأولى موليد العشرية الثانية هذولا أكثر الأشخاص اللي بدهم الآن حاسين بالضغط الكبير فهم أكثر الأشخاص اللي بدهم يديروا بالهم حاولوا ما تستسلموا إن شعرت بشيء غير اعتيادة راجع طبيبك راقب غذائك راقب أدويتك ما تدخل على أماكن مجهولة أو أماكن أنت ما بتعرف حد فيها ما تحاول تخوض مجازفات أو مغامرات بالفترة هاي لأنه مش لمصلحتك الفترة هاي بتدل على بعض الأمور لإلها علاقة بالمؤسسات الحكومية الكبيرة يعني مثل سجون ومثل مستشفيات هيك بنكون انتهينا من توقعاتنا لهذا اليوم والله أعلم يا رضى الله ورضى الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك أترككم في رعاية الله وحفظه إلى اللقاء أترككم في رعاية الله وحفظه ترجمة نانسي قنقر